يعني بعد هالفاصل مكفين زينب بآخر فقرات صباحنا لليوم ورح نسأل مساحتنا الطبية لليوم نتحدث فيها عن الكيسات المائية بمنطقتين الصدر والبطن شو هي أسباب والأعراض والعلاجات الدوائية والجراحية وما دور التنظير معلومات رح نتعرف علي مع الدكتور أحمد عرقسوسي اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر أهلا وسهلا فيك صباحك خير خبرنا أول شيء دكتور يعني شو السبب الرئيسي لوجود الكيسات المائية بهالمناطق اللي ذكرتها سالي الكيسات المائية بشكل عام هي مرض مستوطن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام أكتر ناس حكت فيها لنصالوا لإصابات كتير هي تركيا والعراق وإيران وشتوموا الجزائي منطقتنا المرض مستوطن صلوا فترة تمام أكتر شيء بمعاطق الشرقية دير الزور بقاء أهلا معك السعب الأساسي له هو نوع من الطفليات اسمه شركاء الحبيبية موية هلأ هي ممكن تتأخذ يعني الجسم يعني تصل الجسم عن طريقة تناول الحوم الحيوانات النية أو الخضار الملوسة نعم 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 لأسف يعني نحنا كتير وعينا أكتر من فترة نحكي بالنسبة للنور بمجردات إجراءات كتير بسيطة كتير سهلة عشتهم ممكن أنه تقيم هذا المرض هذا ومن المشاكل تبعيته منه أهم شيء بأنه نحنا ما نتناول القضاء تكون مو مخصودة بشكل جيد أكيد غسيل جيد مو غماته غسيل بالماء لا بدك كورا برمانغانات البوتاسيوم كتير فعال بقضاء التوفيليات والشيء اسمه وعند منك عندنا تناول اللحوم النية وإحنا عادات على تبعيتها الغزائية ما كتير زنطف تلاقي كتير يحب يأكل لحمة هبرانية أو كبد نية فهي إذا كان لقدر المصر طيبة طيبة الشكل ونحنا نمسي مشاكل شيء تاني نعم نعم دكتور يعني خبرنا عن العلاج كيف ممكن يكون علاج الكيسات المائية الكيسات المائية حسب إذا كانت عدد قليل وحجم صغير أقل من 1 سانتي ممكن نحنا الدواء كتير فعال وشهي جدا الألبندازول على شتون دي دال ممكن يكون فعال جدا بالقضاء عليها أحيانا بيكون الحجم كبير أو مكان حيوي ما ما كتير شيء اسمه يعني أو 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 عند منك عدد كبير شتون هو نصار في دول للجراحة استقصال كيسة اتوخيف كيسة راش في الكيسة في أكتر من يعني أكتر من شكل من أشكال للجراحة وأشكال التدبير تبعيته مننا وبعدها من حنتابع مرة تابع بالألبندازول في حالات كتير معاندي أحيانا عم نطرق نستخدم أدوة طفيليات يعني يكون علاج مشترك بين دواء إنساني ودواء الحيوانات أشتون للقضاء عليها أشتون حاليا جراحة تنظيفية بالكيسات العدد أليل الكيسات الحجمة ما كتير كبير أشتون إلى دور كتير واعد أشتون وصلنا تقيمة من فوق الخمسة عشر سنة أشتون بصوريا بشتغلوا كمان كيسة مائية بالتنظيفة أشتون الجراحة التنظيرية بهذا الموضوع مو بس دورها يعني أديش هي تسهم بأنه ما نخضع للجراحة ولا في حالات لا تطلب الجراحة هذا السؤال يعني غير هلأ هي دائما حكينا أكتما مرة كده شي ممكن يسير بالتنظير هيدنا نحكيها طبعا المفروض ما يسير جراحة وحارم يسير جراحة التنظير عم يكون نحنا عند منا فترة شافية أقل سقوب كتير صغيرة ألم أقل احتمال إصابة وإنتان بالجوح وكذا حيكون أقل في فترة أو لشنم وإضافة إنه إحنا بالتنظير عم نفوت سواء بالصدر أو بالبطن الرؤية عم تكون مكبرة حوالي عشر مرات لخمسناش مرات تقنيا ما في شي بمنع أنه يسير تداخل كيسات المائية بالتنظير لكن نحن حاليا كأسطباب مطلق للجراحة مو للتنظير هو نحنا كيسات ناكسة أكتما مرة أنه نحن نكون تليل وفادة الساقات كذا أو شتون بس حتى هاد كمع الخبرة ممكن أن نتغلب عليها لكنه ما زمون لا بسيروا تنظير وفشنوه ما في داية للجراحة ونتقلت لك فوري التنظير كتير كبير حام نشتغل الجراحة إذا كان في مجال أن نشتغل تنظير ولكن أنت حانيا نحن بلدنا كمشكلة يعني نحن بيكتب بنقلة كتير اشتغلها بمسطن كيسة وحيدة كذا كيف بلد بقر دائما تنكتشف كيسة وحيدة أو كيس تيم يعني ففون تدوء نحن دائما عمش في حالات كتير متقدمة أكتر من كيسة يعني أنا أحد المرات فايت على بطن مستقصة 350 كيسة أوه بتنظيش بيكش تغليها كيف فالكفركة أنه نحن العدد كذا هو بيفهم أنا تمام الحديثة كيف يعني العدد والحجم هل يتكاثروا الكيسة؟ متكاثروا طبعا أنت أشياء السبب التكاثر هو يا أنه مناعة كتير ضعيفة يا ما خطأ بأول عملية بالجراحة فانتشرت كيسة يعني الكيسة المائية بيكون عندك في غشاء منتش وفي سائل غشاء المنتش هدو بيكون كله كيسات بنات فإذا ما نسحب مزبوط انتشروا بالبطن أو بالصدر فتكاثروا أكتر من واحدة فأبدأ يكون ما بدأ شوية دقة بالشغل شوية حزارة فشو الواحد يزبط أموه إن شاء الله نعم طب شو الأعراض اللي ممكن الواحد يحس حسن ما كانت بيتم منه كان الصدر كان بطن دي تنفس تمام الحديثة اكثر شيء أشعب بصدر فتكاثروا حست الأحيان تحت الأضلع أو كذا فتكاثروا بالبطن كمان إنه بالمراقل الأيمن يعني خاصة اللي همية فتكاثروا حاس حاو دائما فيه تقيل عندهم منه فتكاثروا إحيانا إصداط على قناة الصفائية كذلك يحس فيها قانف كيف بس يعني أشياء أسباب هو تملموا المريضة حيك ما حاس حال مفتاح كيف وغلاء بك أشفهم يكون عرضي عشتون إيكو عم تساعد إيكو البطن لشغلة تانية مثلا عم تساعد صدر كذلك بس هي كي سنمجن مشتبه الأول فيه عشتون بأي يعني بتبين بالإيكو العادي؟ طوان إيكو عادي تبين بالبطن إيكو عادي ببين معك طوان ولا صفات مميزة يعني ما بتضيع الإنسان الخبير فيها بس نحن ما قلت لك يعني بلدنا أول شغلة كيس زل مشتبه مدوّق بصدر أول شي مفكر بالكيس المائي يعني هي المسؤول أول عن أغلب الحالات والأسباب نعم بدنا هيك نصائح أخيرة دكتور بختام حديثنا لكل اللي عم بيشوفنا هلأ وعم يحضر هذا الموضوع خاصة يلي عنده أكياس وعم يعاني منه وأحيانا يهمل أو يهملها تهمل يعني بإرادته والمريد تهمل يعني بخايف يعملها أو شيء طبع هلأ نحنا في شغلك تأسي الجراحة سواء تنظير أو الجراحة تقليدية عشتون يعني هي حل سحر الأغلب الحالات عشتون دول قلب ندرزول كثير فعال سواء الحالات الصغيرة أو المتابعة بعد الجراحة حتى وسنة جراحة من ضل عم تابعة فترة تانية ستة شهر تقليدية بالقلب ندرزول فهذا وقت يفعل الحالة المعاندة المتمنى عمنا كيفية نحنا أنه نستخدم أدوية طفاليات تانية لكن نحنا في الدراسة زوانتنا بالعراق سواء من عشر سنين على نفس القصة كيسات المائرة بتنعاد مرة تانية أو بتنكس مرة تانية السبب ما بيكون أنه في مشكلة بالكيسة نفسها بقدر ما أنه أنه المريد نفس البيئة أو نفس العداد التبريد منه ما غيره سواء عملية بس ضل نفس العداد فنحنا أهم شيء تتعام بإغزاء صحي آمن نكون قصيد للخضوات نيئة بشكل جيد اشتمو بالمبانغانات بوتاسيوم بحصريين موجودة هذو البرماغانات موجودة متوفرة كتير بسيطة إن شاء الله تعالى عدم تناول وبأسرش البرماغانات على الصحة لا مهنو البرماغانات أنت حتناعي فيها حوالي نص ساعة ساعة بعد ذلك تغسل ميه منه خلاص راحت هي مثل كربونات طبعاً وانا في شوية في لون على نيدي شوي صغير بس مثل من نيدي لونه تمام الحديثة أو بيدر منجرد ما أنه أنت خلصت يعني غسلتها خمس دقايق خلاصتت راحة يعني راحت لمادة البرماغانات حتى دي المدت راح اسم نقاط ناول اللحوم النية عدم تحوال العيش في بيئة آمنة يعني فتون هواش مضبوط تنفس كثير وبنفس الوقت نحن الحيوانات إذا واحد عنده تربية حوال بالبيت القطاط أو الكلاب تكون القطاط لك مفحوصة من طيب بيطية ملقحة بشكل جيد ضد الكيسات المائية عفتكي فهذه الأهم أربع شغلات يعني بفيدوها الأصحي إن شاء الله تعالى نعم شكرك على كل المعلومات الدكتور اللي اعطيتنا ياها وهيكي تعرفنا شوي على أسباب وعلاجات أيضا الكيسات المائية بمنطقة الصدر والبطن شكرا كثير لإلك شكرا لإلك دكتور على المعلومات اللي قدمت لياها الدكتور أحمد عرق سوسي اقتصاصي بيئة جراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر